الآن على عكس المعتاد بدأت بالخاص وعايز أروح للعام فعايز أتكلم معك على أدب الأطفال بشكل عام هو ليه أشكال متعددة والقراءة يمكن واحدة من أدواته إزاي حضرتك بترسدي دلوقتي فكرة أدب الأطفال وهل الطفل دلوقتي بمفهومه هو زي طفل زمان هل الأدوات اتغيرت العقلية اتغيرت إزاي ممكن يكون فيه مواكبة ما بين الأفكار وما بين التنبيه خليني في البداية بس أحيي هذه المبادرة اللي بشوفها من أفضل وأهم المبادرات اللي محتاجة دعم من بعض الجهات زي وزارة الثقافة أتمنى أنها تدعم لأن الأربع فتيات وطبعا بقوا شيد بدور المرأة الأساسي والمستمر في دعم الأطفال وفكر الأطفال فأنا بشكرهم جدا جدا على فكرتهم هي فكرتهم هم الأربعة واشتغلوا عليها بقى لهم ثلاث سنين لوحدهم وأعتقد أن نضم لهم بعض الشخصيات العامة والشخصيات الفنية للعودة للقراءة مرة أخرى فأنا بشكرهم وبتمنى أن يحدث لهم مزيدا من الدعم من بعض الجهات السيادية علشان تبقى المبادرة مش بس مبادرة خاصة تبقى مبادرة في 27 محافظة يعني أنا برضو مش بس فكرة وزارة الثقافة لأن هما بيتكلموا على الطفل العربي فليه الجامعة العربية ما تكونش شريك طبعا وهي عندها طبعا أذرع ثقافية وأدبية وفكرية فعلا عندها إدارات خاصة ممكن يكون عندها القصة دي والنبوذج يعمم في كل الدول العربية إحنا بنتمنى من خلالكم ونوصل صوت المبادرة لكل الجهات اللي ممكن تدعم هذه المبادرة لتكون مبادرة عامة مش بس في القاهرة لكن كمان في 27 محافظة أو في الدول العربية كلها ياريت خلينا نرجع للأدب الأطفال إيه همية ودور أدب الأطفال بيظل الأدب بشكله العام هو صورة المجتمع يعني دايما من خلال القصص والروايات بنعرف كل الأزملة والتائيخ والشخصيات اللي عبرت في المجتمع في المجتمعات جميعا حتى لو إحنا موجودين بدليل أن التراث الأدبي دايما هو مرئات المجتمع زي ما بنقول وهو أداته النعيمة في التغيير فإزاي إحنا للأسف وصلنا المرحلة لإهمال هذا النوع اللي بيعتبر أداء لتغيير السلوك أيضا يعني الأدب يا جماعة هو أهم أداء ممكن نقدر بيها نغير سلوك الطفل نغير قيمه نغير انتمائه يعني إزاي نسبت جواه هذه القيم عن طريق أدب الطفل زي ما إحنا عارفين الأدب طبعا أو لو بصينا بنظرة سريعة لبداية أدب الطفل كانت على يد رفاعة التهطاوي هو أول من ترجم عقلة الصباع وكانت باللغة الفرنسية وترجمها وجي من بعد كده رائد الأدب الأطفال في مصر وهو كامل كيلاني كامل كيلاني عنده أكتر من 126 رواية خاصة الطفل تتكلم فيها في كل الأنواع هل تصلح دلوقتي أن الطفل يتلقاها؟ طبعا الميزة في أدب الأطفال أنه يصلح لكل العصور بدليل أن إحنا حتى الآن الأطفال بتفرج على سندريلا وحتى الآن الأطفال بتنجذب تماما البونوكيو وإزاي قصة البونوكيو رغم أنها فيها جزء كبير من الترفيه لكن فيها جزء خاص بالتوجيه وإن إزاي الكتب ممكن يغير حياة الناس وإن السلوكيات السلبية ممكن تؤثر في الطفل فيجعل الطفل بيغير سلوكه بطريقة غير مباشرة ودائما بقول أن المواجهة أو التوجيه غير المباشر للأطفال من خلال القصص مش بس المقروقة لكن المقروقة والمسموعة والمرئية ومع طبعا الثورة العولمة في العالم كله ممكن جدا نستخدم أداة المنصات الإلكترونية في التوجيه لإعادة إنتاج القصص بشكل يتناسب مع الزمن اللي احنا فيه دلوقتي